كشف حسان خليفات نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين عن توقعاته في تسويق ربع المليون سيارة جديدة في السوق الجزائرية سنة 2024 وتوقع إجراء عقود جديدة لمئتان وخمسون ألف مركبة جديدة في السوق الجزائرية إلى غاية 31 ديسمبر 2024 وأرجع خليفاتي في تصريح لجريدة الشروق هذا الانتعاش الذي سيرفع رقم أعمال متعامل التأمين في قطاع السيارات بين 15% إلى نهاية أزمة ندرة السيارات في الجزائر والتي دامت سنوات إلا أنه أعرب بالمقابل عن تخوف شركات التأمين من عودة سيناريو الإغراق الذي شهدته سوق التأمينات خلال السنوات الماضية بسبب العروض الترويجية غير المنتظمة وهو ما قد يمس بالتوازن المالي والتقني لشركات التأمين حيث يجب أن لا تزيد نسبة التخفيضات عن الخمسون بالمئة ويقول نائب رئيس الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين في تصريح للشروق أن الانتعاش الذي يشهده سوق السيارات سيكون له أثر إيجابي على قطاع التأمينات خلال سنة 2024 نتيجة تموين السوق بعدة علامات مع توقعات بأن يناهز عدد المركبات الجديدة 250 ألف سيارة بين المستوردة والمركباه محليا وهو ما سيعود بدفع قوي على شركات التأمين التي ستبرى منظريا ربع مليون عقد جديد ترجمة نانسي قنقر